نتيجة أقولها مرة أخرى فهي يعني نتيجة من ناحية القانونية لا غبارة فيها هكذا رد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على تصويت 5 مليون من أصل 24 مشيرا أن نسبة المشاركة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية المصاحبة للاستفتاء شكلت بحد ذاتها تحديا سياسيا بالنسبة لما أحاط بهذه العملية من ظروف مادية وطبيعية فهذا في حد ذاته يعطيها قيمة موظافة لا يستهن بها وبالتالي شاجعت وبصيرة سيد رئيس الجمهورية بإقرار تنظيم الاستفتاء رغم وجود هذا تفشي هذا الوباء يشكل في حد ذاته يعني سمى من سمات الحوكماء الاقتراع سجل بعض التجاوزات لكنها لم تؤثر على سير العملية هذا ما أكده شرفي متحدثا كذلك عن التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الهادف لضمان سلامة المواطنين شرح مخطط بروتوكول كوفيد ديزناف وراحوا الأطباء بتاع السلطة انتقلوا لعين المكان وحضروا عدة ملتقيات جهوية ثم رجعوا إلى المركز وبمقتضى هذه التجهيزات واصلنا التكوين للمؤطرين والمندوبين الولايين سير حول بروتوكول كوفيد ديزناف التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري قرار صنعه الناخب رغم الظرف الصحي الحالي لبناء مستقبل الجزائر الجديدة وفق مطالب الحركة